بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا بكم طلابي وطالباتي في مسار الصحة والحياة إلى درس جديد من دروس الرعاية الصحية واحد وحد كنا في الدرس الماضي قد اختتمنا التغيرات الجسدية التي تحدثها الشيخوخة في أجهزة الجسم المختلفة ذكرنا أن الشيخوخة هي عملية طبيعية وتحدث تغيرات طبيعية هذه التغيرات تحدث بشكل تدريجي كذلك يختلف أو تختلف في تأثيرها من شخص إلى آخر كذلك هذه التغيرات تكون أكثر حدة إذا كان هناك إصابة عند الشخص المسن وذكرنا أن هذه التغيرات التي تحدثها الشيخوخة وهي تغيرات طبيعية يجب على كبار السن التكيف مع هذه التغيرات قبول هذه التغيرات والتكيف معها يجعل كبار السن يتمتعون بحياة أطول وقادرين على ممارسة أنشطتهم والتعامل مع حياتهم في ظل هذه التغيرات عندما يكون هناك تأثير لهذه التغيرات ويكون الكبير السن غير قادر على التكيف مع هذه التغيرات ويكون هناك مستوى رعاية صحية أقل قد يكون تأثير هذه التغيرات أكثر حدة على هذا الشخص أيضا تعلمنا معكم طلابي في درس الماضي والذي قبله على مجموعة من التغيرات الجسدية التي تحدثها الشيخوخة في العديد من أجهزة الجسم في الجلد أيضا في الجهاز العصبي في الجهاز التنفسي في الجهاز التناسلي في جهاز الغدد الصمى كذلك في الجهاز التنفسي في الجهاز الدوري وذكرنا الجهاز الهضمي وذكرنا مجموعة من الحالات التي تكون شائعة عند كبار السن مثل الحالات التي تصيب في الجهاز العصبي مثل فقدان الذاكرة أيضا تغيرات الإبصار ضعف السمع وضعف حواس التذوق والشم وانخفاض القدرة وانخفاض الإحساس بالألم كذلك في الجهاز الهضمي عسر الهضم هذه العملية عسر البلع وعسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات وعمليات وحالات الإمساك كذلك في الجهاز الدوري ضعف عضرة القلب وضعف ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم كذلك في الجهاز البولي هناك ذكرنا عمليات التبول الليلي وسلس البول وذكرناه أن يجب على المسنة التكيف مع هذه التغيرات وذكرنا مجموعة من الإجراءات للتقليل من هذه الإجراءات قد يكون هناك سائل ويقول أن هذه التغيرات حدثت بسبب كبر السن فلا يجب التعامل معها بسبب كبر هذا الاعتقاد خاطئ يجب معالجة هذه الحالة فورا لأن هذه الحالة في المسن حدثت وتحتاج إلى تدخل لعلاج هذه الحالة مثل اعتام عدسة العين مثل المياه الزرقاء في العين حالات تحدث شائعة عند كبر السن يجب التعامل معها وعلاجها فورا سلس البول والتبول الليل هناك إما بالتدخل الجراحي أو العلاج السلوكي من خلال إعطاء مجموعة من التدريبات لهذا الشخص والإجراءات حتى يتمكن من تقليل هذه الآثار هل للشيخوخة آثار نفسية وأجتماعية أيضا ذكرنا أن للشيخوخة آثارا جسدية تظهر كحالات على المريض من خلال تأثر بعض أجهزة الجسم ولكن هل للشيخوخة آثارا نفسية وأجتماعية هذا ما سنناقشه إن شاء الله في درسنا لهذا اليوم التغيرات النفسية والاجتماعية للشيخوخة هناك مجموعة من التغيرات النفسية والاجتماعية بسبب الشيخوخة يعاني كبار السن من تغيرات نفسية وأجتماعية ويتعاملون معها من خلال كبار السن يتعاملون مع التغيرات النفسية والاجتماعية من خلال أولا التكيف مع التغيرات بفعالية نجد جزء من كبار السن يتكيف مع هذه التغيرات بفعالية كما ذكرنا أن التكيف مع التغيرات الجسدية أمر مهم كذلك التكيف مع التغيرات النفسية والاجتماعية أمرا في غاية الأهمية بعض كبار السن نلاحظ الإحباط والاضطراب النفسي يصابون بالإحباط والاضطراب النفسي بينما في المقابل جزء من كبار السن قادرين على التكيف بفعالية مع هذه التغيرات يجب أن يكون مقدم الرعاية الصحية على دراية بالتغيرات النفسية والاجتماعية والضغوط التي يعاني منها كبار السن كما كان يجب على مقدم الرعاية الصحية التعامل من خلال التحلي بالصبر والتعاطف في الحالات الجسدية والتغيرات الجسدية التي أحدثتها الشيخوخة في العديد من الجسم كذلك يجب على مقدم الرعاية الصحية أن يكون على دراية بهذه التغيرات النفسية والاجتماعية في هؤلاء المرضى ومعرفة الضغوط التي يعانون منها وهذه الآثار تشمل التغيرات النفسية والاجتماعية التي قد تحدثها الشيخوخة العمل والتقاعد الشخص والفرد كان يعمل ثم توقف عن العمل هنا المرحلة الانتقالية من العمل إلى التقاعد قد تحدث ما يعرف بالتغيرات النفسية والاجتماعية العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية البيئات المعيشية الشعور بالأمان هل المريض يشعر بالأمان؟ أو الشخص المسنعب وأنهل يشعر بالأمان في هذه البيئات؟ الاستقلالية هل لهذا المريض استقلال ذاتي القادر على أصدار الحكم يشعر بقيمة الذات المرض والعجز؟ سنناقش هذه التغيرات النفسية والاجتماعية إن شاء الله في درسنا لهذا اليوم وفي الدرس القادم في العمل والتقاعد يقضي معظم البالغين جزءاً كبيراً من يومهم في العمل يربط الكثيرون شعورهم بالقيمة الذاتية مع الوظائف التي يؤدونها التواصل الاجتماعي أثناء العمل هو شكل رئيس من أشكال التفاعل مع الآخرين غالباً ما ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية سنوات العمل الشخص عندما كان يعمل هو يشعر بقيمة للذات عندما يؤدي الوظائف عندما يجد كلمات الثناء عندما يؤدي الوظائف على أكمل وجه هناك تواصل اجتماعي بسبب العمل ولكن عند التوقف عن العمل هناك نظرة أن التوقف عن العمل أو ينظر إلى التقاعد أنه التوقف عن سنوات العمل التوقف عن سنوات العمل الشخص المسن أو الشخص المتقاعد والذي توقف عن العمل قادر على العطاء حتى بعد التوقف على العمل من خلال عمليات التكيف لا بد أن يتكيف مع هذه التغيرات وسنرى بعد قليل كيف يكون قادراً على التكيف بعد التوقف عن العمل حتى لا يكون هناك تأثير لتأثير نفسي على التقاعد بسبب الشيخ أو يكون تأثير البعد عن العمل له تأثير نفسي على الشخص المسن كبار السن بعد التقاعد إما أنهم يستمتعون بالتقاعد قادرين عن الاستمتاع بالتقاعد أو يصابون بالإحباط والاضطراب النفسي نلاحظ أن الاستمتاع بالتقاعد أو الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على الاستمتاع بالتقاعد من خلال إيجاد أنشطة بديلة حل محل الأدوار الوظيفية هم قادرين خلال عمليات التكيف قادرين على إيجاد أنشطة بديلة حل محل الأدوار الوظيفية مثل وظائف الدوام الجزئي أيضا وظائف استشارية في وظائفهم السابقة التي كانوا يعملون بها المشاركة في العمل التطوعي والمناسبات الاجتماعية وأنشطة المجتمع أو النادي مثل ما يعرف بنادي الحي هم قادرين على المشاركة في العمل التطوعي وأنشطة هم قادرين على إيجاد أنشطة بديلة حل محل الأدوار الوظيفية الشخص الكبير في السن والذي ترك العمل بسبب كبر السن هو قد يتوقف عن الطريقة التنفيذية لا يستطيع قد لا ينفذ بسبب الشيخوقة ولكنه قادر على إجراء الطريقة أو القيام بأعمال إرشادية إجراء بالتخطيط للعمليات التنفيذ يكون لأشخاص ثانين لأشخاص آخرين هذا الشخص يستفاد منه من خلال الخبرة المتراكمة لديه هنا يستطيع التكيف وإيجاد أنشطة بديلة الإحباط والاضطراب النفسي أشخاص غير قادرين على التكيف أو إيجاد أنشطة بديلة نلاحظ أن الشعور الكبير بالخسارة عند التقاعد وقد يعانون من الضغط النفسي وقد يصابون بالاكتئاب نتيجة عدم قدرتهم على توفير أنشطة بديلة أغلب كبار السن أو قبل ترك العمل لديهم خطة للعمل لما بعد مرحلة التقاعد مقادرين على التخطيط حتى بعد مرحلة التقاعد حتى لا يقعون في عملية الإضطراب النفسي أو التأثير النفسي العلاقات الاجتماعية هل تتأثر أيضا أو من التأثيرات النفسية والاجتماعية للشيخوخة؟ هل العلاقات الاجتماعية لها دور في التأثير النفسي على الشخص المسن أو الكبير؟ تتغير العلاقات الاجتماعية على مدار الحياة بين كبار السن وقد تحدث هذه التغيرات بشكل متكرر هذه التغيرات قد تحدث بشكل متكرر لدى كبار السن من خلال زواج الأبناء والبعد عنه زواج الأبناء والارتحال أو الانتقال إلى مدينة غير مدينة الأب والأم هذه العمرية تحدث ابتعاد الأبناء قد كانوا يعتمدون على الأبناء في قضاء حوائجهم هذا الابتعاد قد يكون له تأثير نفسي على كبير السن وفاة أحد الزوجين ويصبح الآخر أرملا أو أرملة وفاة الزوج وتصبح المرأة أرملة أو وفاة المرأة ويصبح الزوج أرملا وهي من الأمور الاجتماعية الصعبة على كبير السن عندما يفقد شريك حياته في وقت أو في سن متقدم خصوصا أن كان يجمعهم حياة سعيدة مع تقدم العمر يتوفى المزيد من الأصدقاء والأقارب وتقل الصلاة الاجتماعية مع تقدم العمر يتوفى الكثير من الأصدقاء والأقارب فتقل الصلاة الاجتماعية وهذا يحدث تأثيرا على كبير السن التغيرات في العلاقات الاجتماعية عند كبار السن سنتعرف في هذا المخطط أو هذا الشكل كيف يتم التعامل مع التغيرات الاجتماعية عند كبار السن مسنين قادرين على التكيف نلاحظ أن كلمة التكيف تكررت كثيرا تغيرات الجسدية في الدرس الماضي في التغيرات النفسية في درسنا لهذا اليوم في أكثر من نقطة تتكرر معنا مسألة التكيف مسنين قادرين على التكيف في المقابل مسنين غير قادرين على التكيف مسنين قادرين على التكيف يتم التكيف مع هذه التغيرات من خلال تكوين صداقات جديدة وإقامة اتصالات اجتماعية جديدة هم قادرين على التكيف مع هذه التغيرات قادرين على التكيف مع هذه التغيرات التي حدثت لهم بسبب قلة الصلاة الاجتماعية هم قادرين على التكيف وتوفير اتصالات جديدة من خلال المساجد التواصل الاجتماعي العديد من الأنشطة المسجد مسجد الحي يؤدي إلى تكوين علاقات جديدة أيضا التواصل الاجتماعي في العديد من الأنشطة المشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية لكبار السن من خلالها يتم تكوين صداقات جديدة يتم تكوين صداقات جديدة يمكن للأشخاص الذين كونوا صداقات بسهولة طوال حياتهم الاستمرار في بناء علاقات جديدة مع تقدمهم في السن الأشخاص الذين كونوا أو عندهم القدرة لديهم القدرة على تكوين علاقات في السابق أيضا عند كبار السن هم قادرين على تكوين علاقات وصداقات جديدة من خلال ما يعرف به عملية التكيف يستطيع الشخص المسن المشاركة في المسجد في أنشطة الحي في الأعمال التطوعية كل هذه المشاركات تؤدي لها تكوين علاقات وصداقات جديدة في المقابل مسنين غير قادرين على التكيف غير قادرين على التكيف يجد بعض المسنين صعوبة في التكيف مع الفقد المستمر للأصدقاء والأقارب غالبا ما تكون وفاة الزوجة والزوجة مدمرة للشخص المسن ما ذكرنا قبل قليل خاصة عندما تربط بينهم علاقة وثيقة لسنوات عديدة من الضروري تقديم المساعدة النفسية لهم هم هنا بحاجة إلى تقديم أو المساعدة لديهم المساعدة النفسية لديهم بسبب عدم قدرتهم على التكيف البيئات المعيشية في البيئات المعيشية لابد أن يشعر الشخص المسن بالأمان في هذه البيئات تخلق التغيرات في البيئات المعيشية تغيرات نفسية واجتماعية يفضل معظم كبار السن البقاء في منازلهم حيث يشعرون بالأمان محاطين ببيئات مألوفة لديهم يمثل فقدان الاستقلالية الحكم الذاتي أو القدرة على تقرير الذات من خلال اتخاذ الخيرات والسعي في مسار للفعل أمرا محبطا إذا كان الشخص المسن يشعر بالأمان يصبح التعقل أسهل مع هذه البيئات والتغيرات الاستقلالية لا بد أن يشعر الكبير بالسن بشيء من الاستقلالية وبشيء من الذات حتى يشعر بالأمان مع التغير في البيئات المعيشية وهنا لا يتأثر أو لا يحدث له تأثيرات نفسية بسبب فقدان الاستقلالية أو عندما لا يشعر بالأمان وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم طلابي وطالباتي مزيدا من التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته